قولي بقى الحكاية ليه كلها كان متنرفز قوي على الخط النهاردة في لقطة من اللقطات يعني اللي شفناها قدام التلفزي طيب نجيب الصورة على طول ليه كلها كان متعصر الاهلي الشوط الاولاني ونتسبت على دي شوية بعدين نروح للصورتين اللي بعد كده الاهلي الشوط الاولاني كان عنده مشكلة انه كل شوية هو مجبري ياما يطلع من ناحية الشمال ياما لما يطلع من ناحية اليمين لازم يود الكرة وسط الملعب ويرجع يستنى لما محمد هاني يفضى ويطلع ناحية اليمين فخط ظهر النادي القالب عنده مشكلة في الخروج بكور فمحمد هاني هو كولر طالب منه ان الظهير الظهير يطلع من مكانه ما يفضلتش واقف على نفس الخط مع بقية خط الدفاع يعني لو ترجع لي هنا يعني يسيب الصورة وارجع لي طبيعي ان قلبين الدفاع بيوقفين كده ما ينفعش بقى الظهير القالبين وقف كده لان سهل جدا يضغط عليهم زوايا التماني بتاعتهم تتقفل لازم الظهرين يبقى قفين كده وانا بطلع بالكورة دول قلبين الدفاع الظهير الايمان لازم يطلع كده يبقى واقف هنا مش واقف جنب قلب الدفاع ناحية اليمين هو الراجل بيقول له اطلع ناحية اليمين اطلع لحية اليمين اللعبة مش عارف تخرج بالكور انا عايز منفز انا عايز اطلع وابني صح فانا اللعبة بصة لو بصت على السنائب تعمل يوم ضغطين على قلبين الدفاع فانا دلوقتي لما هطلع اعمل حاجة من اتنين يا كريم يا اما هكبر الراجل شايف الراجل لما الكورة راحت لهاني يعمل ايه؟ الراجل رايح له فهعمل ايه؟ هفضي العمق فهعرف اطلع من العمق هعرف احط الكورة المروانة وبتلع اتحرك بسوء لو ما راحش ايه بام حامد هاني اولا عارف يطلع بالكورة وخلصه لو ما راحش يبقى انا برضو هاني هو ورق اوي فعشان يطلع هاني هيعمل ايه؟ هيحطها كورة طولية بانا مستفدتش حاجة طب ما قلب الدفاعك هنحطها من الاول كورة طولية فكانت ازمة الراجل هم هما متمرنين على ده اطلع ناحية الملعب يا اما الراجل المهاجم التاني اللي بيدغط على قلب الدفاع اللي هو ياسر ابراهيم هيطلع لك فالعمقه هيفضى يا اما هيروح برضو يهاجم ياسر ابراهيم فلما تجيلك الكورة بقى عندك القدرة انك تطلع وتفتح الملعب من ناحية الملعب وتبني الهجمة بشكل اكثر كربا واكثر لحمة انك تبقى قريب من راجل الجناح وقريب من لعيب مركز ثمانية بدل ما انت بتطر تحط الكورة الطولية انت بتحط الكورة الطولية انا متعرفش تطلع عشان كده هو الراجل كان عنده مشكلة ومتعصب جدا روح للي بعدها هو شاور له الاولانية اللي بعدها استنى بص راجل بص بقى الشكل الملعب بعمل ازاي ووقف عند الصورة ده اللي انا كنت بشرحه هي الصورة دي الراجل الوقتي جاله هنا عبالما مروان عبالما مروان الراجل ده اللي تحت تلت العين في مديامة هيطلع له بقت الناحية التانية خالص عند محمد عبد الملعن فاضية وما اقدرش يطلع يضغب باربعة وخمسة او اخر يضغب باتنين او بتلاتة فانت عشان تدي حل لازم ملعب مفتوح وانت كرجل زهير طرف لازم تفتح الملعب مش بشكل عمودي ابدا على زميلك لازم بقى في زاوية مفتوحة الراجل يقدر يعملك عملية التمرير فغلق زاوية التمرير حلها وقفات صح وتحركات صح فالراجل كان متعصب جدا لان دي بيزيكس دي مبادئ في الطلوع بالكورة وعملية التحضير لبناء الهجمة مش بناء الهجمة كمان عملية التحضير لبناء الهجمة فالراجل مش قادر يعملها كان متعصب جدا نهات سرعة اللي بعدها الراجل ابتلا وصل ان هو بشد هدوم الراجل خلاص يعني شايف انه انت في الدقيقة واحد واربعين وما سجلتش والراجل بكت طرف بتاعك الدولي مش عارف يطلع مش عارف يطلع ومش عارف يفتح الملعب اللي زميله ان هو يطلع فبالنسبة لي كانت طلقة غريبة جدا من محمد هاني وانفعال مبرر جدا بالنسبة لي من كله